طيب نحن المحاضرة الماضية حكينا على الجينز and population I think إنه خلصنا هذا الجزئية فاليوم نحن بلش ب اللي هو selection for simply inherited traits and selection for polygenic traits وحنا حكينا المحاضرة الماضية الفرق بين simply inherited traits والpolygenic traits وميزة simply inherited traits إنه هؤلاء traits they are affected by few genes وفي very little effect of environment على الفين وتع بالنسبة للselection كيف إنه نحن بنختار individuals to become parents بالنسبة للsimple inherited traits في عدة طرق بالنسبة للsimple locus traits يعني الصفات اللي بتتأثر فقط بone gene زي مثلا selection for coat color مثلا بالأبقار وجود الhorns بالنسبة للشيب بالنسبة للكتل فإحنا هون قاعدين بنعمل selection لجينو تايب محدد لأنه هاي التريت is affected only by one gene كيف بدنا نحدد الجينو تايب of the individual يعني مثلا نفرض إنه whatever التريت is فعليا في عنا three جينو تايبز لو فرضنا مثلا الـ A capital أو الـ B capital أوكي هلأ في عنا راح يكون A capital A capital ورح يكون عنا A capital A small ورح يكون عنا A small A small هلأ كيف بدنا نحدد الجينو تايب مثلا للـ A small A small أو كيف بدنا نحدد الجينو تايب للـ A capital A small في عنا عدة طرق الطريقة الأولى بالنسبة لله ريسيب تريت واضحة يعني مجرد إنه إحنا نعمل selection base على الفينو تايب رح يكون إحنا فعليا اخترنا الجينو تايب بيظل الفرق وين إذا كان homozygous dominant ولا heterosegous individuals كيف بدنا نحدد الجينو تايب بتاعه هل هو A capital A capital ولا A capital A small في عدة طرق الطريقة الأولى عن طريقة اللي هو test mating أوكي والtest mating لو فرضنا هنا أنا معطيك example اللي هو code color لو فرضنا إنه الـ B capital B capital هو black والB capital B small هو black والB small B small هو red هلا إذا إحنا بنعمل selection للred individuals إحنا فعليا قاعدين بنعمل selection لهذا الجينو تايب هلا إذا بنعمل selection للبلاك we don't know what is the genotype is it B capital B small or B capital B capital فكيف بنحدد الجينو تايب طريقة الأولى إنه إحنا نعمل test mating بإنه إحنا نعمل mating لهذا الـ black individual مع red individual وبناء على احتمالية شو سبرينغز رح يطلعوا وشو احتمالية انه يطلع بناتهم red calves رح يحدد الجينو تايب لهذا الـ individual وهذه الطريقة طبعا it takes a lot of time ومش 100% accurate لأنه بيعتمد إذا مجرد طلع واحد red هذا يعني إنه بي كيبتال بي كيبتال بي كيبتال بس إذا ما طلعوا ولا واحد red it depends على number of individuals و number of mating فمش بالضرورة يكون 100% إنه بي كيبتال بي كيبتال فبالتالي test mating لا يستخدم عادة بالنسبة ل selection بالanimal breeding لأنه هو time consuming ومش 100% accurate الطريقة الثانية اللي هو عن طريقة direct test for the gene إنه إحنا فعلياً نتحدد الجينو time لهذا الاندبيجول هو بناءً على sequence للجين تحدد أنت هو بي كيبتال بي كيبتال ولا بي كيبتال بي سمون وهي فعلياً الجين sequence متوفر لبعض الصفات أو معظم الصفات simply inherited traits ففي عدة tests available إنك أنت تعمل sequence للجين اللي أنت متمثي إذا كان هاي الصفة هي simply inherited traits يعني الطريقة الثالثة اللي هو عن طريق اللي يسمونه marker assisted selection والmarker assisted selection هو يستخدم بوث لا polygenetic traits ولا simply inherited traits ومبدأ المarker assisted selection من اسمه marker assisted selection أنت ي select the individual based based on marker وهذا المarker ممكن يكون unique sequence بالDNA or it could be a product of the gene protein or could be a phenotype that is not related directly to the genotype ولكن it's linked to the genotype of interest okay فالتعريف المarker assisted selection هو الصفة اللي احنا بنعملها selection is selected based on a marker وهذا المarker could be a phenotype protein or unique sequence or others that is linked to the trait but not the trait itself فأنا لما نحك عن sequence معين هو مش بال gene اللي احنا بنعمله ه selection ولكن هو sequence مرتبط بهذا الgenotype وبناء على marker assisted selection we can also predict the phenotype of the offspring ونأخذ مثال بسيط ك مش هنفهم شاني marker assisted selection لابنسبة للديري كاوس في عنا enzyme اللي هو D gate 1 وهذا الاختصار الانزام بغض النظر عن اسم هذا الانزام وهو واحد من الانزام المسؤولات عن milk fat synthesis اللي هو عن تصنيع الدهون اللي بالحليب هلا هذا الانزام هو مش فقط الانزام الوحيد طبعا اللي involve milk production وهو فعليا مش برتبط بال milk production directly ok ولكن اذا احنا بنحدد الجينو تايب لا الانديفجولز بحيث يكون عندهم high milk production جينو تايب الencoding او الexpress لهذا الجين اما بيعطي lysine ك amino acids or alanine هذول عبارة عن اثنين هم عبارة عن amino acids ok ف بالposition i think اللي هو position معين المجد ذلك الرقم التوقع 232 position number 230 فهذا الانزام هو عبارة عن protein فعلي وهذا الانزام هو encoded by gene on chromosome بموقع 222 لقوا انه اذا position encodes for lysine it is related to higher milk production ولكن اذا كان بهذا الانين مش lysine رح يعطي lower milk production فاذا احنا بنستخدم marker assisted selection في اختيار الابقار اللي عندها higher milk production فعليا نحن بنعمل sequencing لهذا الجين اللي هو يعتبر marker اوكي وبالتالي اللي في ال f genotype او اللي في lysine في هذا الموقع بنعمله selection وبالتالي بهاي طريق احنا فعليا عمنا selection ل higher milk production ولكن مش عن طريق ال genes اللي بشكل مباشر بتقيس الملك production اللي احنا فعليا we don't know and we don't know what is the genotype for high milk production ولكن لق لق واحدة من ال enzymes اللي ممكن تكون مرتبطة بال high milk production هذا تعريف الماركر assisted selection طبعا في عدة صفات وعدة sequencing ممكن استخدامهم ك marker assisted selection وهذا اللي مبني عليها كثير من التس الموجودة حاليا سواء ل high milk production ل high marbling مثلا ل high efficiency أو feed efficiency ففي مثلا marker for rib eye muscling gene بالsheep rib eye اللي هي هاي اللي هي المسل زال بسموه rib eye muscle طبعا هاي الصفة هي polygenic trait ولكن في فحص متوفر بانك تعمل sequence اللي هو marker assisted تعمل انت sequence لجين معين ومش مرتبط بالصفة هاي بشكل مباشر ولكن بناء عليها بتقدر تعمل selection للجين و that have higher rib eye muscle and overall high growth rate فبالتالي انت بهاي الطريقة بتقدر تعمل selection للgrowth rate بناء على هذا الماربل وزي ما حكيت في عدة فحوصات متوفرة زي مثلا جين ستار للماربل الماربل كمية الانترامسكولار فات هي كمان polygenic rate ولكن الجين ستار تست تقدر تعمل selection بناء على ماركر بيساعدك في انك تختار الانيميل with higher marbling score نفس الشيء بالنسبة لالتندرنس أو الجوسين للميد الفي deficienc اللي هو فيه فحص اللي هو اسمه مثلا تندر جين أوكي فالقصد انه طبعا يظل بس كexamples في other examples ولكن هو المبدأ احنا نفهم شو المبدأ للماركر assist selection انه احنا فعليا we select individuals and genotype based on marker not the gene itself or the genotype of the individual ok طبعا مبدأ test mating زي ما حكنا ولا يستخدم ولكن بس تعريف test mating وانا متأكد اخدته هذا بالمندل لما كيف كان يحدد true lines بانه يعملهم mating مع homozygous recessive واذا يطلع اي individual homozygous recessive معناته ال individual اللي احنا قاعدين منعمله mating أو test mating هو عبارة عن heterozygous اذا ما طلع اي واحد معناته احتمالية كبيرة انه هو يكون homozygous down هاي ببساطة كيف ممكن نحن نعمل selection ل simply inherited traits انه احنا منحدد الgenotype هلا تحديد الgenotype اما عن طريق فعليا gene sequencing انه نعمل sequence لل gene itself او انه احنا نعمل test mating or الطريقة الثالثة عن طريق هو marker assist selection تمام حدا عنده اي سؤال او مداخلة او استفسار طيب هلا نحكي شوي على ايش هي العوامل اللي بتأثر على effectiveness of selection وتعريف مدى مدى فاعلية selection اللي احنا عملنا له to be to become parents وبالتالي هو رح يعتمد على الافكت على gene frequency وهاي حكينا عن المحاضر الماضي ان انت لو اجيت حسب الجين frequency ال جين اللي انت بدك تعمله selection فلا انت بدك تعمل mating مثلا ل ال f gene على السبيل المثال ناخذ ك marker assist selection فالهدف تعمل نعمل selection للي في عندهم genotype f بحيث يكون هذول parents وبال next generation يكون في عند higher frequency لل f gene فببساطة بقيس ال gene frequency لل f بال current population بعمل selection بعمل mating وبقيس gene frequency بال f هذا هو تعريف effectiveness of selection مدى تغير gene frequency لل desirable gene أو against the undesirable gene طيب ايش العوامل اللي راح تأثر على effectiveness of selection على فعالية هذا التغير في genotypic frequency وال gene frequency due to selection اول عامل اللي هو current or the initial gene frequency يعني انت بدك تعمل selection لل f gene اوكي فأول العامل هو راح يعتمد what is the current and initial gene frequency لل f gene يعني ايش هي ال frequency لل f gene اصلا بال current population اوكي ورح يكون the fastest change at the intermediate gene frequency يعني راح يكون اسرع تغير بال gene frequency لما يكون f gene بال current population هو intermediate لما نقول intermediate يعني حوال point five الو خمسين بال اوكي بس اذا كانت current frequency ل desirable gene او f gene على سبيل المثال high ما راح تكون selection very effective ونفس الشي لو كانت قليلة وهذا هو يعني تقريبا كيف من عبر عن تأثير او تأثر effectiveness of selection by the frequency of the initial frequency of the desirable or the undesirable فهون عنا over generation هو generation الاول لحد هن نحط لحد 40 generation اوكي and this is the frequency of the undesirable اللي ولما نقول desirable or undesirable ال undesirable هو الغير مرغوب فيك اللي هي that we select against فمثلا بهذا المثال اللي كنا نحكي عنه لو فرضنا انه انا بدي ال f هو ال desirable gene راح يكون ال frequency of the undesirable gene هو ال m gene اوكي فبهذا المثال لو فرضنا مثلا على سبيل المثال انه هون راح يكون zero لل undesirable gene يعني frequency لل m هو zero وبالتالي frequency لل f راح تكون واحد وهكذا هون frequency one لل m اللي هو undesirable gene وبالتالي frequency لل f راح تكون zero اوكي هل لم تيش تطلع على line هو slope of this line لما نقول slope اللي هو قياس الميل لهذا الخط هو فعليا عبارة عن rate of genetic change in the genet frequency of the undesirable gene ورح نشوف انه slope اللي هو الميل تبع الخط اكبر شي وين اكبر شي راح كون تقريبا بهاي المنطقة فهون اننا نغير شو معناته slope وش يعني effect of gene frequency وش يعني initial gene frequency لو جينا اخذنا هون مثلا بين generation الاول وال generation الرابع على سبيل المثال ونشوف كمي تغير اذا كانت الجين frequency لل undesirable gene very high قريبا من الواحد بحاجة لأربعة generation حتى تتغير مثلا من point nine eight point nine واضح اخذت four generations بينما لو اخذنا هون مثلا بهاي المنطقة واخذنا هون مثلا هاي نفرض انه هو seventh generation ل العشرة generation او للإهداج مشانا ناخذ نفس اللي هو four generations شوف كيف تغيرت الجين frequency تغيرت من تقريبا point six الى point three يعني نزل تقريبا النص لو اخذنا هون بهاي المنطقة مثلا ب generation 25 لا generation 29 لو ناخذ 4 generation نفس الشي شوف كما تغيرت تغير بسيط جدا اللي هو مثلا ممكن تكون من point eight point sorry point oh eight لمثلا point oh six اوكي فباختصار لما يكون الجين اللي احنا بدنا نعمله selection already الفريقونسي تبعته بالcurrent population very high or very low it will take many generations to change the frequency of the desirable gene فأفضل شي إنه احنا نبدأ بcurrent population يكون في الجين frequency للdesirable وال undesirable gene اللي هو الجين that we want to select for and to select against هو intermediate مشان هيك إذا ملاحظ مثلا بالنسبة لهذا undesirable gene لو كان هدفنا احنا نقلل الM gene بالcurrent population تمام احنا ممكن نقلله من تقريبا point nine nine إلى تقريبا point one تمام خلال مثلا 19 generation بس حتى نقلله إلى تقريبا الصفر وهذا تقريبا مستحيل أن نوصل للصفر رح يأخذ تقريبا أكثر من الجين رح ننزل من point nine حتى point one حتى تنزل فقط point one رح تأخذ many generations واحد واضح فلما يكون في عندي high frequency of the undesirable الليل there are undesirable gene in the population to favor by selection والعكس صحيح لما يكون at low frequency of the undesirable there are few or less desirable genes in the population to select against فمشالك نقول أنه أكثر تغير في الجين frequency للdesirable وال undesirable gene لما يكون الجين frequency للcurrent population هي intermediate يعني حوال point five تمام النقطة الثانية أو العاملة الثانية اللي بتأثر على effectiveness of selection ولا لم أعرفنا شو يعني effectiveness of selection اللي هو تغير الجين و type with selection and animal breeding اللي هو الفتنس وتعريف الفتنس هي عبارة عن the ability of the individual and its corresponding genotype and phenotype to contribute off springs to the next generation يعني هي الفتنس تعريف هي قدرة ال individual to be selected as parents وبنفس الوقت contribute off springs to the next generation كيف يعني يعني ممكن انا اكون لدي two individual individual one or two الاثنين عملت لهم على selection ولكن هذا individual contributed more off springs than next generation اكثر من هذا مثلا هذا هو ميل وهذا ميل ولكن هذا contributed مثلا 30 off springs 20 وهذا contributed only 20 فباجي بحكي عن هذا الاندوج الاندوج هو fitter than this individual معنهم الاثنين هم they were selected ولكن this individual contributed more genotypes than next generation فبالتالي تعريف الفتنس it's the ability of the individual to be selected وبنفس الوقت اللي هو الربroductive rate تعريف الربroductive rate انه قديش راح يعطي individual next generation وحسن راح نشوف بعض الاكزامل هذا نفس الشيء يبين التأثر frequency of the undesirable الليل او العكس اذا تحط undesirable الليل over generations و والسلوب تبع الline هو نفس الشيء هو عبارة عن rate of genetic change تمام ولكن عندما نلاحظ ال pink line والgreen line في فرق بالسلوب مجرد احنا نطلع عليهم راح نشوف او نلاحظ انه ال pink line في عنده higher rate of genetic change ليش لانه السلوب تبع الline لو حسبت الميل بأي نقطة مثلا بين 10 و19 على ال pink line او ال green line راح تلاحظ انه ال pink line ال slope تبع الline اكبر وبالتالي rate of genetic change انت راح اكبر طيب ايش هو هذا الاخضر ايش هو ال pink الاخضر انه في small difference in fitness between the selected genotypes يعني في فرق بسيط بين شباب اللي ما بده يحكي او ما عندي سؤال يتأكد انه عام لميوت لحاله وش او او طيب نرجع مرة ثانية فهون راح نلاحظ انه green line اللي slope بتاعه اقل طيب شو هذا green line هو مثال على انه في small difference between the different genotypes ولو فرضنا بين مثلا ال b small و small راح نلاحظ في small difference هنحط هنحط هنال الارقام طيب لما كون في large fitness difference راح نلاحظ ان slope of the line راح اكون اكبر فبالتالي شو معنا توضع الحكيم انه لما يكون في عندنا the larger the difference in fitness راح يكون في عندي the largest change in gene and genotypic frequency according to selection وبالتالي فعلي ال selection راح يكون more effective اوكي 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 ولو أخذنا مثال ك وهي fitness عادة بيستخدموها لل natural selection بس بتقدر تستخدمها كمان لل artificial selection فلو فرض مثلا natural selection against recessive lethal genes or genes that reduce fertility يعني الفرق بين انه احنا نعمل selection او natural selection لل جينات against lethal genes اللي الجينات القاتلة او الجينات بتأثر على الفertility طبعا الفرق بين الجينو types لل lethal genes اكبر من الجينو الفيتنس لل genotype that affect الفertility ليش لانه لانه هون راح يكون اما الجينو تايب راح يكون lethal راح يبوت فعليا and will not be selected and will not contribute off springs and next generation بينما هون راح يكون في في fertility ولكن lower fertility يعني راح ينجب ولكن نسبة اقل فرح نلاحظ انه بالنسبة للفرق بالفيتنس between lethal genotypes اكبر والفرق هون اقل مشانهيك منلاحظ بالواقع انه فعليا the natural selection against lethal genes راح تكون very large وبالتالي راح تكون very effective بينما natural selection against the genes that affect fertility will be very small وبالتالي natural selection will be less effective بشانهيك بتظلع موجودة الجينات طبعات الجينز اللي بدأت affect fertility ففي عنا smaller difference بالفيتنس تمام طبعا الفرق بين الفيتنس وال select او اللي هو coefficient of selection تعريف coefficient of selection هو عبارة عن proportionate reduction in genetic contribution of a particular genotype compared to the most favored genotype or the fittest genotype كيف يعني لو فرضنا عنا individual واحد واثنين رجع لهم مرة ثانية وهادا contributed many of springs وهادا contributed zero of springs وهادا contributed five مثلا عسبي المثال فباجي بحكي انه هذا individual is the fittest one ونفرض انه individual ثالث رقم ثلاث انه عبا contribution مثلا الاثنين اوكي فباجي بحكي this is the fittest one ليش fittest one because the coefficient of selection الو the smallest اوكي فنربط العلاقة بين relative fitness وبين coefficient of selection هي one minus s والs هي عبارة عن coefficient of selection وسترح نعطي مثال رح تتبين هاي الارقام فلما اجي احكي انه مثلا اذا كانت ال s one اوكي لو فرضنا ال s one معناها relative fitness رح تكون one minus one يعني zero معناها فعليا هذا ال genotype is lethal اوكي فهذا ال individual اللي contributed zero يعني اذا كانت ال s تاعته واحد وبالتالي relative fitness له zero معناها هذا الجين اللي قاعد بورثه هو عبارة عن lethal gene بحيط ان هذول individuals كلهم يموتوا قاعدين بال next generation واضح بينما الماجح احكي مثلا اذا كانت ال s هي point two معناها relative fitness هي واحد minus point two point eight يعني ايش يعني تقريبا ثمانين بالمية من the fittest one اللي هو بهذا الexample مثلا fittest one هو رقم اثنين فناخذ example عشان نوضح هاي شي يعني fitness شي يعني relative fitness وش يعني coefficient of selection وهذا this is a theoretical example وحتى تحدد هاي الارقام لازم يكون عندك على الاقل two generations okay ولازم يكون عندك محدد الgeotopic frequency بهذول two generations فلو فرضنا عنا مثلا زي ما حكيت this is a theoretical example but it could happen in reality وفعاليا انت تقدر تقيسه فلو فلو فرضنا في عندي انا generation الاول this is the b capital b capital عدد هم كان 60 b capital b small 40 b small b small 20 فالtotal 120 عملنا selection او ما عملنا selection كان فيه natural selection او random meeting وضل عندي اللي هو g2 g2 كان frequency لا b capital b capital 40 individual و b small 20 b small b small 30 فالمجموعة 90 هلأ من هاي الارقام شوف كيف راح احسب relative fitness وراح احسب absolute fitness وراح احسب coefficient of selection فاول ايشي باجي بحسب اللي هو genotypic frequency اللي باختصار باجي بقول genotypic frequency اللي b capital b capital اللي عبارة عن 60 على 120 وبالنسبة لهذه 40 على 120 وهكذا فرح تطلع عندي gen frequency 1 0.5 0.33 ورح تطلع عندي 0.17 هذا بالgeneration او بعمل نفس الحكي بالgeneration الثاني اللي عبارة عن 40 على 90 20 على 90 و30 على 90 رح تطلع عندي هاي الاقام 0.44 0.22 و 0.33 او هل هون باجي بحسب اللي هو absolute fitness وال absolute fitness اللي هي بقسم الجيني frequency بال G2 على G1 يعني بقسم 0.44 divided by 0.5 0.22 divided by 0.33 0.33 0.33 divided by 0.17 تطلع عندي هاي الارقام الى 0.88 0.67 1.94 الان مجرد يشوف هذا الرقم اعلى واحد this is the fittest one اوكي فهون لما جيت حسبت انا absolute fitness 0.88 0.67 0.19 4 بعدها باجي بقول انه this is the fittest one مبين لانه هو اكبر رقم فباجي بعمل division كل رقم على the fittest one يعني انا انا بقسم 1.94 divided by 1.94 بي طلع عندي 1 هون 0.67 divided by 1.94 بي طلع عندي 0.34 0.88 divided by 1.94 بي طلع عندي 0.45 this is the relative fitness فباجي بقول انه الب small الب small is the fittest genotype and relative to the b small b small b b small will contribute 0.34 compared to b small b small capital b small 1 minus 0.34 ورح يطلع عندي 0.66 اللي هو coefficient of selection وبالنسبة لل S3 رح تكون هي عبارة عن 1 ناقص واحد وبالتالي 0 لانه انا فعليا ما في genotype سمهم selection against بالنسبة لهذا الجينوتيوب لانه the fittest one تمام هنا انا احطى لكم example كمان ثاني بتقدر تطلعوا علي لحالكم مش بطلوب الكالكوليشن بقدر ما انك تفهم الconcept طبعا اللي هو shiny fitness shiny fittest genotype shiny coefficient of selection وشو تأثير الفتنس على rate of genetic change او على effectiveness of selection تمام احد عنده اي سؤال او استفسار على هذا السكشن تفهم موسيقى لحظة